اتمنى تعملوا اشتراك في القناة بتاعتي الاوذنية ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة قصتنا بتكون مع بنتين في سن المراكم زميل في مدرسة واحدة البنتين دول هما جوري اللي بترايب باباها مستر بارك وهو قاعد سهران في المطعم اللي شغالة فيه يونج مامة البنت التانية اللي اسمها يونج وبتشوف باباها وهو بيتعامل مع يونج بطريقة لطيفة قوي وبيدخل يكمل سهرته في المطعم بعدما كل اللي معاه بيمشوا بس مامة يونج بتشوف جوري وهي بتتجسس عليهم لكن جوري بتجري بسرعة يونج بتلاقي التليفون بتاع جوري وبتقابلها تاني يوم في المدرسة جوري بتقول ليونج ان مامتها خطفت باباها من بيته ومراته وبسببها بيتهم بالنسبة لباباها بقى عامل زي اللوكاندا يده بيجي على وقت النوم تاني يوم ينزل ومحدش بيشوفه غير بالليل وبتعرفها ان مامتها لو فكر ان باباها غني زي ما هو ما بيقول لهم يبقوا غلطانين بس يونج بتقول لي جوري ان مامتها حامل من باباها وبتمسك تليفون جوري عشان تتصل بمامتها وتعرفها ان جزها تجوز عليها لكن جوري بتلحقها وبتاخد منها التليفون جوري بترجع على البيت وهيز علينا وبتزعل اكتر لما بتلاقي باباها ومامتها متجهلين بعض وكل واحد منهم لسه بينان في قوضة لوحده اما يونج فبترجع على البيت وبتتخانق مع مامتها وبتطلب منها تتخلص من الطفل اللي في بطنها عشان هي كده تحط نفسها في مشاكل كتيرة بسببه لكن مامتها بترفض انها تتدخل في حياتها الشخصية وبتقول لها ان اهلها جوزوها وهي في سنها وبعد ما خلفتها على طول باباها سابها ومشي وتخلى عنها وهي عاش تول حياتها تشتغل عشان تصرف عليها وتربيها يونج ما بيكونش عجبها اللي مامتها بتقوله فبتمسك تليفونها وبتبعت رسائل لجوري والمامتها والباباها كمان تاني يوم بارك بيقرر الرسالة بتاعت جوري واللي كتبنوا فيها ان كل اللي حواليك عارف انك متجوز في السر بارك بيزعل قوي لدرجة انه بينزل يروح الشغل من غير فطار عشان مش قادر يبص في وش مراته وخايف لتكون عارفة جوري هي كمان بتنزل من غير ما تفتر هي كمان وبتجي ورا باباها عشان تتكلم معاه لكن باباها بيكون مشي بالعربية وبتتفاجئ ان مامتها نزلت وراها عشان تديها الفطار بتاعها جوري بتعرف ان مامتها عارفت بموضوع جواز باباها بس خبية مش عاوزة تبين وعارفت كده لما لقيتها نزلت حفية جوري لما بتوصل المدرسة بتلاقي يونة بتقابلها بابتسامة وكأنها بتغزها فبتجري عليها وبيتخرق مع بعض اخناق كبيرة قوي في الوقت ده كم مامت جوري بتدور واستحاجات جزها على دليل على الرسالة اللي جات لها من يونة واول ما بتلاقي الشنطة بتاعت المطعم اللي شغالة فيه يونج مامت يونة بتروح على طول على هناك وبتقابل يونج وبتطلب منها اردر وبعدها بتشوفها وهي بتتكلم مع بارك في التليفون فبتزعل جامد وبتكرر انها تمشي لكن يونج بتشوفها وهي خرجة وبتندع عليها ولما بتلاقيها زعلانة ومتضيقة بتقول لها انها متأكدة ان زعلها ده سببه هو الراجل اللي في حياتها وبتقرب منها وبتطلب منها يشربوا شاي سوا لكن كم بتزقها وبتوقحها على الارض وبتتفاجئ لما بتلاقي يونج بتنزف يونة وجوري بعد ما بيدربوا بعض جامد بيروحوا على العيادة بتاعت المدرسة جوري بتقول لي يونة انت مبسوطة كده بعد اللي عملتيه بيتنا ممكن يتخرب بسببك يونة بتقول لها ان لو بيتهم هيتخرب فده مش هيكون بسببها انما هيكون بسبب باباها المستهتر وبيدخل عليهم الاخصاء الاجتماعي بتاع المدرسة وبيطلب منهم يحكولوا اللي حصل وايه السبب اللي خلاهم يتخنقوا سوا خصوصا انهم مش في فصل واحد ولا حتى سكنين جنب بعض لكن مفيش واحدة فيهم بترد عليه فبيطلب من يونة انها تكيب وليه امرها بكرة وبيخليها تمشي وبيتكلم مع جوري وبيكون مستغرب من علاقتها بيونة وبيعرفها انه بيسمع عن جوري انها بنت مش كويسة وبيطلب منها انها لو صحبتها تقطع علاقتها بيها فورا عشان هي المتفوقة وده هيقصر على سجلها الدراسي بس الاخصائي بيستغرب لما بيلاقي جوري بتدافع عن يونة وبتقول له انها هي اللي ضربت يونة الاول وما بيتكلمه بيلاقي يونة رجعت وبتعرف جوري لمامتها مع مامتها في المستشفى وبتكون كيم قاعدة مع الدكتورة عشان تطمن على حالة يونج اللي ولدت طفلها قبل معايته الدكتورة بتقول لكم ان كانت بتعاني من اول يوم في حملها وده بسبب سنها وسوق التغذية وعوامل تانية كتيرة وعشان كيم ما بتحملش نفسها نتيجة اللي حصل الدكتورة بتعرفها ان اللي حصل ده كان كده كده هيحصل وبتقول لها ان الطفل في الحضانة بين الحياة والموت ومامتها تفضل كم يوم تحت الملاحظة وبتوصل جوري ومعاها يون وكيم بتعرف اللي حصل بينهم وبتصالحهم على بعض ولما بتعرف ان يونة مالهاش قراي بيعودوا معيها بتطلب من جوري انها تقعد مع يونة لحد ما تيجي بعدها يونة وجوري بيروحوا عشان يشوفوا الطفل وبيصب عليهم اوي عشان الطفل نزل ضعيف خالص ومحتاج علاج لفترة طويلة عشان يعيش بعدها بيعودوا يتعشوا بيكونوا زعلانين من نفسهم اوي لكن هما دلوقتي نفسهم يعيش ويكبر وسطهم وبعد ما بيخلصوا اكل بيشوفوا بارك وهو في المستشفى بس هوا اول ما بيشوفهم بيهرب منهم لكن هما بيجروا وراه لحد ما بيخرجوا برا المستشفى وبيلاقوا اختفى فبيقسموا نفسهم كل واحدة بتروح تدور عليه من ناحية يونة بتلاقيه بتفضل تجري وراه لحد ما بتوقفه وبترجع بيه على المستشفى بارك بيروح يتطمي على يونج لكن هي بتكون نايمة يونة بتكون عند الاستقبال وبتعرف ان كيم مامت جوري دفعت الحساب بتاع مامتها بعدها بتكشف على الرصيد بتاع الفيزا بس بتلاقيه خلصام فبتتصل بباباها اللي اول ما بيشوفها بيطلب منها فلوس عشان يجيب لنفسه فنجان قهوة وبتعرف منه انه مفلس بسبب لعبة الكوتشينا اللي هو بيلعبها وبتنصحه انه يشوف له وظيفة لكن مفيش نتيجة لانه واضح انه مصمم على انه يعيش حياته بالطريقة الغلط وما بيسمعش كلامها وبيسيبها وبيمشي هبتطلب منه يخرج من حياتها للأبد وبتروح الى السوبر ماركت اللي هي شغالة فيه وبتاخد صلفة بارك بيقابل كيم بيطلب منها تسامحه على اللي هو عمله وبيعرفها انه كان صهران في المطعم اللي شغالة في يونج وانه يوم هفضل يشرب كتير وتجوزها وهو مش في وعيه وبيعرفها ان يونج انسانة مش وحشة ومش طماعة بس كان ناقصها الاستقرار الاسري في حياتها كيم بتسأله وهو ناقصه ايه في حياته عشان يتجوز عليها وبتعرفه انه خداع اربع اشخاص ملهمش اي زنب في اي حاجة وانها مش هتعيش معاه وعرضت الشقة للبيع وبتطلب منه يمشي من البيت خالص بعد شوية كيم بتلاقي يونج جت عشان تديها الفلوس اللي دفعتها في المستشفى كيم بيعجبها قوي تصرف يونج تعرف انها انسانة مسؤولة وبتطلب منها تكون قوية اليومين دول وتفضل جنب امامتها اما جوري فبتكون في المستشفى عشان تطمن على يونج اللي بتستغرب لما بتقول لها انها صاحبة يونج بنته عشان يونج عارفة ان بنتها يونج ملهاش اصحاب جوري بتعرفها انها هي كمان ملهاش اي اصحاب غير يونج بس هم بتكلموا بيلاقوا واحدة كبيرة في السن تنصح يونج انها ما تقولش شبسي عشان تغلط على صحتها ومش كويس للرضاعة بس يونج بتزعق لها وبتطلب منها تخليها في حالها وتوفر نصايحها دي لبنتها جوري بتستغرب من رد فعل يونج لكن ما بترضاش تتكلم وبتوصل يونج ومعاها شهادة تسجيل للطفل وبتطلب مامتها تديها للممرضة عشان تعمل لها اجراءات التسجيل بس يونج ترفض وبتقول لها انها عاوزة تنام شوية جوري بتتخانق مع مامتها عشان ما قضيع وقتها كله في النوم ومفكرتش لاحظة انها تروح تبص على ابنها وبتتهمها انها ام مستهترة وبتسيبها وبتمشي يونج بتقعد مع جوري وبتسألها يا ليه ما جدش المدرسة وبتعرف منها انها مش هتروح المدرسة تاني وانها ناوية تشتغل بدوام كامل عشان تقدر تصرف على اخوها الصغير لانها شايفة ان مامتها انسانة مش مسؤولة ومش هتقدر تربي الطفل اللي ملهوش اي زنب فان بابا ومامتو مستهترين بالليلة دا كاتريا بيعرفوا يونج ان طفلها مات فبتتصل بجزها بارك وبتعرفوا باللي حصل وبتطلب منه انه يجي عشان تشوفه لكن بتعرف منه انه هيسافر برا البلد ومش هيرجع تاني في الوقت دا يونج بتكون محضرة الشربات بتاعت اخوها الصغير عشان هو يتلبسها له بكرة تاني يوم يونج بتقابل جوري في المستشفى وبتوريها صورة باباها مع امامتها عشان تخليها معاها وتوريها للطفلة لما يجبر بس بيتصدموا لما بيعرفوا خبر وفاة الطفل لدرجة ان يونج ما بتكونش مصدقة انه مات وبتكون فكرة ان امامتها ادته الاسرة عشان تتبناه وبتتخانق مع الدكاترة والممردين عشان عاوزة تدخل تبص عليه بس هما بيعرفوها انه في عربية المستشفى مع باقي الاطفال اللي ماتوا فبيجروا بسرعة وبيقابلوا السواق وبيترجوه انهم يركبوا معاه السواق بيوريهم الكشف بتاع الاطفال اللي ماتوا بيكون اخوهم اسم موجود بينهم لكن يونج ما بتكونش مصدقة الكلام ده برضو وبتنزل من العربية وبتمشي في الوقت ده كيم بتكون عند جونج في المستشفى عشان تتطمن عليها وجايبالها اكل معاها وبتعزيها في موت الطفل لكن يونج بتستغرب من زيارتها ليها وبتطلب منها تعقبها العقاب اللي هي عاوزها لانها عرفت غلطتها وتستهل اي حاجة تتعامل فيها بس كيم بتقول لها انها مش عاوزة تعقبها وجفاية التجربة اللي هي مرت بيها جولي لما بترجع على البيت بتلاقي باباها اللي بيعرفها ان فيه ناس طلعوا عليه وضربوه وسرقوه فبتقول له انه يستهل اكتر من كده وبتطلب منه يخرج من حياتها للابد وبتسيبه وبتمشي باباها بينزل وراها لكن بلاقي مرت قدامه اللي لما بتشوف حالته بتاخده عشان تروح بيها على المستشفى يونج بتكون في البيت وبتلم حاجتها عشان هتمشي وهتسيب البلد وبتلاقي كتاب العلاج بتعمامتها من اول يوم حمل وبتشوف الحالة بتاعت الطفل منه هو لسه جنين وبتعرف ان مامتها سجلته كمان وكمان مسميها كين بس وهي خرج بتلاقي مامتها رجعت على البيت فبتعض معاها وبتعرف منها انها كانت مهتمة بالطفل من اول يوم حمل بس هي كانت عارفة انها هتولد قبل ما عاده بكتير ومش هيعيش عشان كده هي مرة ديتش تروح تبص عليه هو في المستشفى لان قلبها ما كانش مطوعها انها تشوف في الحالة اللي هو كان فيها تاني يوم جوري بتروح ليونج في الفصل بيكون معاها العلبة اللي فيها جسط اخوها وبتقول لها انه ما هنش عليها حد غريب يدفنه وبياخدوها وبيروحوا لدوار الجنائز عشان يدفنوه بعدها بيروحوا سوا على الملاهي كل واحدة منهم بتتكلم عن التجربة دي وازاي اثرت فيها وايه اللي غيرتوا في شخصيتها ده غير ان كل واحدة فيهم بتكون فخورة بمامتها قوي وبيكونوا فرحانين ومبسوطين عشان هم بقوا اصحاب وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو يارب بيكون فيديو مرة دي عجبكم السلام عليكم